السلام عليكم اليوم الصبح قعدت سولف مع رجل يعني في الخمسينات من العمر ما بيقول كبير لا لكنه جد الله يحفظه ويعطيه الصحة والعافية وجبنا بالطاري قصة يعني ان بعض القضاءات وبعض وكل النيابة بعض المحققين الضباط الشخص اللي يكون بايده المسؤولية مرات يحكمه الروح الانسانية اللي عنده قبل القانون لانه مهما كان اهو بشر وينظر حق الشخص اللي قدامه يعني بروح الانسانية المفروض هذا قبل لا يطبق عليه القانون فقال لي يا ابو طلال انا حصلت معاي سالفة في عام واحد وثمانين كان عمري سبعت عشر سنة يقول يا ابو طلال ابوي طلق اموي وامي قامت وارفعت علي قضية اللي هي النفقة والكلام فيه اول ثمانينات تعرف الرواتب كانت تعبانة وفعلا المحكمة حطت على ابوي النفقة وهالشي هذا كسر ظهره يعني لانه عنده اقصاد بيت وعنده سيارة وكذا والحين تجيه نفقة وفوق هذا ابوي اصلا ما اخذ الموضوع موضوع عناد بينه وبين امي المهم المحكمة محكمة خلاص انتهى الموضوع فابوي زعلان وما يقدر يكلم امي لانه خلاص امطلقها عنده منه انا اللي صرت بينه ابوي يكلمني شوف امك ليش ترفع علي قضية نفقة انا ممقصر انا عندي التزامات انا كذا انا كذا ويقول اذا رح تحقق امي امي تقول لي العكس تقول خلو ابوك يدفع وليش كذا وهو كله منه وتعرفون مدام طلاق خلاص يكون في اختلاف بين الشخصين لكن الضحية منه الضحية اللي يكون بالنص يقول ابوي يكلمني وامي تكلمني وابوي مرات ما يكلمني زعلان مني لاني انا ما سويت شي ومرات امي تقول لي انت واقف يا ابوك مرات ابوي يقول لي انت واقف يا امك وصل فيني الحال الى حالة نفسية لا يمكن انك تصورها انا عايش بينهم كأني وحيد المهم ذاك اليوم يفتحون موضوع انه هل ابوي سدد النفق الشهرية ولا لا فامي تقول لي يقول له ابوك وانا اروح اقول له ابوي وابوي يقول لي اروح اقول حق امك وهواش ومشاكل وهني انا انفجرت خلاص ما قدرت اتحمل وانا عمري سبعتعش سنة لا الحين طالب وما عندي في جيبي الا دينار ونص يعني اربع دولار عفوا عشرة دولار واطلع بالشارع واشر حق تاكسي وقل له ودني ادارة تنفيذ الاحكام والكلام هذا الصبح قال لي اي تنفيذ الاحكام قلت له تنفيذ الاحكام قالت النافق وقعد توصف له الرجال اللي يلا فهم علي قال لي تعال طبعا نفتر فيني نفتر فيني وانا قايل له انه ما عندي لا دينار ونص يعني تحملني غصب قعدنا ساعات نفتر لين وصلني الى ادارة تنفيذ الاحكام اللي كانت موجودة عندنا هني في الكويت في منطقة شرق شارع خالد بن وليد عمارة صغيرة الان طبعا انتغلت المحكمة صارت مبنى بروحها واروح للادارة الدور الرابع يقول واصعد لانا كذا مرة جاي لكن ما عارف وين يعني ما قدل وعندي سيارة تاكسي هو يفر فيني اقول له لا مو هذا انا متأكد لا المهم وصلت المبنى اللي انا مرات كنت اجي مع الوالدة عشان تاخذ النفق ايقل وصلت عند المبنى واصعد دور الرابع ولا في موظف مصري ماسك الملفات وقبل ما في كمبيوترات يعني ما يتشيكون بالكمبيوتر اذا منزل النفقة ولا لا عشان اروح استلمها من الصندوق فسألت الموظف المصري يعطيك العافية قال الله يعافيك قلت الله يخليك ابي اشوف بس الوالد دفع النفقة ولا لا واذا حط النفقة في الصندوق لازم تكون فيه ورقة بالملف اول شي قال لي لا ما يسير وروح وقب مامتك قلت له الله يخليك وانا عايش مع امي وحيد ومن هالكلام لين قال لي خلاص خلاص قام وطلع الملف اول ما حط الملف على الطاولة توقع يا ابو طلال انا اش سويت طبعا النية كانت عندي مو انيا اشوف اذا في نفقة ولا لا 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 كنت ناوي نية قشرة انا اول ما حط الملف على الطاولة وانا انطلق على الملف وقعد اشق الملف سبع تالاف قطعة قطعته والمصري يصرخ الموظف لا ما اكتفيت خذيت باقي الاوراق اللي ما لحكت اني اقطعها وارميها من الشباك وكل ما يقرب مني احد اقعد اضربه برجلي ولا بايده صرت مثل المجنون قربت الادارة عندهم قرب لعبت بملفاتهم لعب شوي ولا داخلين علي عسكريين ثاني شرطة مستدعينهم وهذا الموظف المصري مو قادر علي ويدخلون علي يا ابو طلال انا عمري سبع تعيش شوي يعني كامل نشاطي وجايتني العرة وصرت مثل المجنوم سبت المشاكل اللي بين امي وابوي وخلاص طقت شدي ويدخلون علي وانا قاوم او يضربوني ذاك اليوم ضرب الله وكلك يا ابو طلال اني خلاص استسلمت شوي ولا ما اخذيني منزليني للدور الارضي بالسلالم وكل شوي يجيني طراق ولا فينقر ولا بوكس ولا بعدين ارجعوا مرة ثانية يصعدوني فوق للدور الخامس او السادس يوم صعدوني لاعلى دور انا عرفت ان انا وصلت عند مدير ادارة تنفيذ الاحكام وهو قاضي المهم انا متبهذي الملابسي ومشيق ومن مقاومة رجال الامن وضاربيني وقفت هادي عند باب القاضي دخل واحد من العسكريين وقال للموضوع قال دخلوا لي اياه ايه قول دخلت مع ثاني اللي ماسكني مسكة قوية جدا خايف اني اهرب ولا اني اسوي شي دخلت معه صرنا داخل مكتب القاضي والقاضي الظهر كان عنده ملف قضية قاعد يقرأه او شي تذي كان مشغول يعني وانا واقف والعسكريين ثيانات واحد ماسكني من فوق من افاي واحد ماسكني من ايدي خايفيني اتصرف تصرف يعني طايش ولا اني اهرب ولا اسوي شي يقول ويرفع القاضي راسك كان قاعد يطالع بالملف وطالع انك يرفع راسه ولا يشوف العسكري شاد وهو ماسكني والثاني ماسكني يقول والله يا ابو طلال بدهون ما يسألني ما عجب على المنظر ويعصب على الشرطيين صوت عالي قالهم يتركوه قال هذا ترى اكسر قال لا اترك اقولك اترك ماك شغل ويقولوا يتركون الشرطة اثين شوي قالهم اطلعوا برا يقول حق الشرطة خلوا اطلعوا برا انتم يقولوا يطلعون الشرطة اول ما سألني قال ايش فيك ليش قطعت الملف يقول يا ابو طالع وهو سألني هالسؤال لكن بنظرة وكلمة وصوت يعني صوت حنون يقول توني احس ان في واحد يعني يبي يسأل يعني عني او يبي يبيني اقول له شنو فيني او افض فضله يعني يقول انا من هالكلمة هاذي مع انها كلمة بسيطة لكن انا فهمتها ان كأن يبي يطمئن عليه يقول لهالدرجة كان فيني جفاف بسبت امي ابوي المشاكل اللي بينهم يقول قاعدت ابجي يقول الظاهر اني كسرت خاطرة زيادة قام من مكتبة قال لي يقعد 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 ورتاح طلب لي ماي طلب لي شاي وانا ابجي احلى قوله عدري مامي يقول وانا عايط اهدى يا ابن الحلال يقول وانا عايط قال اش فيك انت يقول لي يقول قلت له والله انا صراحة قطعت الملف لاني مضايق ع المشاكل اللي بين امي وابوي وابوي يقول لي كلم امك وامك كلم ابوك وهذا يزعل مني وهذا يغلط علي وهذا ما ادري شنو وانا طقت شبدي صراحة وقلت اقطع الملف واخرب القضية قال له معافي معافي المشكلة معاك فلوس انت شلون جيت هني انت قال والله جيت بتكسي قال له معاك فلوس علشان ترجعيني بتكسي قلت له والله انا كان معاي دينار ونص وعطيته حق التكسي اللي وصلني يقول له يطلع من جيبة خمس دانير ماذا عشر دانير يا بطلع الخمس دانير والعشرة في واحد ثمانين ما كنت اشوفه انا ويعطيني قال لي اخد تكسي ورجع البيت وما لك شغل ما حد راح يكلمك وخل امك وابوك يجوني باتر المحكمة واللي ما يجي راح استدعيه عن طريق الشرطة يقولوا فعلا خذيت الفلوس وانا نازل ومر مطعم واخذ لي صمونة واشتراك بتاع مع تكسي ويرجعني البيت وقل له امي وابوي القاضية بكم واللي ما يجي في خير ما يجي ترى بيستدعيه عن طريق الشرطة وفعلا اليوم ثاني راحوا ويقوم القاضي يا ابو طلعو تدخل بقضيتنا يعني من باب الانسانية قاعد يوضح لهم انه ما يسترددخلون الولد في مشاكلكم ولازم يكون بينكم تفاهم حتى لو في طلاق الولد ما لازم لا تعقدون الولد ترى جانا امس هنا وقطع الملفات وهذه تعتبر يعني جريمة واعتداء على الموظفين وفوق هذا ترى احنا تغاضينا لان الولد في حالة نفسية سيئة بسبب تصرفاتكم يقول لي يا ابو طلعو من كلمة القاضي حق امي وابوي لكن كان كلامه بشكل جاد وحازم معاهم بدوا يعني يتحاشون يسوون مشاكل بينهم بين بعض يقول ارتحتي يا ابو طلعو وسبحان الله ردينا صحيح احنا منفصلين لكن محد يجي صوب الثاني خايفين مني لا ارجع مرة ثانية عند القاضي وانا بعد كل فترة وفترة ان بس شفت ها بدوا يعصبون اقوم المحلهم اني ترى ترى بروح هالك بتكسل حين واورطكم وتمر الايام والاسنين يا ابو طلال وننسى هالسالفة وابوي الله يعطيه صح والعافي وطوله بعمره صابتة جلطة والرجال الحين في اواخر سبعينات وتعبان وامي كذلك ما قامت تمشي والحين ثيناتهم عايشين عندي في بيتي وبفضل رب العالمين والله يقول يا ابو طلال انا الحين قاعد اعطيهم الحنان وبر الوالدين علشان اخلي عيالي يشوفون عيونهم انا من تقاعت وانا امي ابوي ما خليت دولة ما وديتهم يا رب لك الحمد نطلع ونستانس صحيح الحين الى الان هم بالسبعينات وهم الى الان يتهاوشون مرات ترى ما في انسان ما يكبر وما في انسان ما يمرض وما في انسان ما يموت يعني اذا انت عنيد ولا انت عصبي ولا انت تغلط دايما وتسيء حق عيالك ولا حق زوجتك ولا الام كذلك يتعاند مع زوجها ولا مع طليقها على حساب عيالها ترى كلكم بتكبرون وكلكم مصيركم يا انك بتمرض يا انك بتموت يا انك هذه سنة الحياة دايما كبر راسك عن بعض المشاكل علشان عيون العيال اذا بينكم عيال هذه نهاية سالفتنا الله يحفظكم ويحفظ الغاضي الى الان موجود عايشة الله يعطيه الصحة والعافية ويطوله بعمرة وكذلك الرجل امه وابوه الى الان عايشين معاه والرجم مقصر فيهم بار فيهم لأبعد درجة الله يحفظهم وهذا نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة